السلام عليكم وياكم زياد علي بهذا الدرس رح نشرح التنقيط الموجود بالوحدة الأولى من منهج السادس الابتدائي شوف حبابي التنقيط هو عبارة عن كلمات أو جملة ينطيك إياها يريدك تعيد كتابتها بس تعدل عليها اللي هو بعض الأشخاص يسموا الخط فأنت من تريد تعدل لازم تتبع الخطوات التالية أول شي بداية كل جملة تنكتب كابتل يعني من دون ما تفكر أول كلمة رح تيجي تكتبها اكتبها كابتل ثاني شي أسماء الأشخاص وأيام الأسبوع والأشهر والدول والجنسيات والمدن والانهار هذين يشبيهن تكتبهن كابتل وثالث شي عندك كلمة يس وكلمة نو تكتبهن بحرف كابتل حرف كبير ورابع شي إذا كانت الجملة تبدي بفعل مساعد مثل is, are, am, have, has, had, will, would, should تحط علامة استفهام وإذا الجملة تبدي بأداة استفهام أداة استفهام مثل مثل when, where, who, who, why, what حمي أن تحط علامة استفهام يعني إذا تبدي بفعل مساعد الجملة وإذا تبدي بأداة استفهام بالحالة أنت بنهاية الجملة راح تخلي راح تخلي علامة استفهام لأن هذه الجملة هي جملة السؤال يعني بادي بسؤال فلازم بالأخير شي تخلي علامة استفهام إذا الجملة ما كانت استفهامية يعني ما بادي لا بفعل مساعد ولا بادي بأداة استفهام راح تخلي نقطة بالأخير كلمة يس وكلمة نو تخلي بعدها فارزة وهمينا تخليها فوق الاختصارات من نشوف اختصار اللي أخذناه بالدرس الفات من تلقي اختصار تخلي فوقها فارزة وكذلك تخليها قبل كلمة باطس إذا لقيت كلمة باطس تخلي فارزة إذا لقيت كلمة يس ونو قبل هنش تخلي تخلي علامة استفهام لأنه معناته السؤال اللي احنا ننتهي مطرح تخليها بنهاية الجملة ثامنا إذا لقيت كلمة I تحولها capital I اللي معناها أنا تحولها إلى capital هسه نجي نأخذ مثال وزاري Can I help you هنا أول شيء عندك كلمة can تبدي بcapital احنا قلنا أول ما تبدي الجملة تبدي بكلمة capital ثاني شيء عندك كلمة I تحولها إلى capital وآخر شيء تخلي علامة استفهام ليش لأن بادي بفعل مساعد وهسه نأخذ مثال وزاري ثاني يقول how many sisters do you have أول كلمة الhow أحولها capital هايم انتهي منها أول ما أجي أول كلمة أكتبها capital وهسه بما أنه هذا السؤال خلي علامة استفهام يعني شون عرفت سؤال بادي لبعادات الاستفهام how فخليت بالأخير شنو علامة استفهام ولهنا ننتهي الفيديو وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر